قطاع التصوف هي مشيخة أو المشيخة العامة للطرق الصوفية نعم إذن التصوف هو لب الأمر أو جوهره نعم فوضعه في إطار أنه قطاع التصوف داخل مشيخة صوفية أو مشيخة الصوفية نعم بالأحرى هو كل شيء تقريباً نعم صحيح؟ نعم هذا هو كل شيء ولكن إذا نظرنا أن التصوف بينظر إلى العلم والتعلم والفكر وتصحيح القواعد الفكرية والقواعد الفقهية التي تختلط عند كثير من الناس فلذلك قامت المشيخة العامة للطرق الصوفية وقام رئيسها الدكتور عبدالهاد القصبي بتقسيم المشيخة إلى قسمين قسم يختص بالدعوة والثقافة الإسلامية والتعليم والتعلم والدورات التدريبية وتحقيق كتب التراس وهذا القسم أسند إلى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مولانا الدكتور علي بارك الله فيه وقسم يختص بالتصوف والطرق الصوفية واحتفالتها وأوردها وأذكرها وأحزابها والمناسبات الدينية من مواكب وموالد والأضرحة التي تتبع الطرق الصوفية وباقي الأشياء التي تخص التصوف وهذا القسم أسنده لإدارة هذا القسم موسيقى